موسيقى بزرعنا معكم في الأبسارباطور أكوناميك أوروبا أفريك موسيقى اليوم عن موضوع مهم برشا اللي هو الأفريك إبيزود 2 خطحنا جمع الفيت تحكين على السيطواتي للأفريك حكا والي سيحسان حكين المر الفيت على كيفاشتوين سيمشي الأفريقية يحاولون أن يلقاه فرص وإفاق أخرى في بالي لا تعمل الصورة العكسية نحن حكينا على الجالية التونسية المرة الأولى معاسي سعاد بن إبراهيم هو رجل أعمال جديدة في فرنسا حكينا على جاليتنا حكينا على الجالية الأفريقية الموجودة في تونس هو شوف الموضوع هذا هو سيد وتعرف أن لدينا تقريبا على 15 يوم على وقع المشكلة الأفريقية الموجودين في تونس يعني مشكلة كبيرة برشا المشكلة مش هما ولكن الوضعية العامة يعني راهي وضعية معناها بالحق يلزم الناس بكل تحكي فيها وفما يلزم يكون فما حل اللي هو يلزم يكون حل عادل للناس الكل في احترام سواء للسيادة التونسية للقوانين التونسية لي معناها تلموت التونسية ثم احترام زادة للناس هذو ما اللي يجاوا من بلدانهم يحبوا يلقاوا زادة كيف كيف أفاق كيمة تونسي يمشي يهاجر في بلايس أخرى ويشوف في أفاق ويشوف في مستقبل آخر يشوف ممكن يقول لك نعم المستقبل خارج بلادي هما كيف كيف معناها يحاولوا أن يلقاوا أفاق أهراء ولذا الموضوع هذا أنا واحد من الناس معناها ندفع أنه ماذا بينا نحكيو فيه الناس الكل ونلقاوا حل يجبنا نحكيو فيه الناس الكل ونلقاوا حل اليوم بش نستضيف على غالب ما نجمش يجي قال على ظروف أمنية معناتها لا يجبون ت autorيك يا هسيا مrisonر لسفتونسي أيها المزارة مرشبات كيف مسادتيني؟ نعم اسم مbarsتواجي على ذلك في هذهisan المdithed lapone من الفتر jungحی من لوجود على م fringe именно occurs ويسألت نفسه بشكل فيها ولكن أعطى أيضا لك أعطى مساركة التي تكون فيها ممتازل أعطى جديد أعطى جديد نفسه شكراً لك بشكل في ممتازل بشكل ممتازل لا ترمزني على المتابعة على المتابعة على المتابعة أحبت بشكل ممتازل فتاكو أبقى أن تكون في نحوال بحكم نحوال. إن شاء الله. أعطي أحضر أن تكون معكم في المتحدد. ولكن اليوم سيكون محلول على تركيز المواطنين. أعطي أن أعطي نحوال بإعادة المتحدد لكوضيسية العديد من الاجتماعيات توليكوية. يتقالون أن يختار مقصدا من أعطيقات اليومية. الآن, يمكننا نحتاج إلى إلى توقيت الإجابات المتحمولة إلى إلى أن نوعا أو أن نوعا أو أن نوعا من نوعا منية الدين. فالتوجودة هو الثانية في تنسي. ومع تنسي الأولى المتحدة في تنسي الأساسية الثانية في تنسي المنزلات في تنسي قبل، وهي يوجد في تنسي التنسي، من تنسي وزوجه لتنسي تنسي، هناك أيضا تنظر. avec l'entreprise Soroubat, par exemple, qui a plusieurs marchés publics au niveau du Togo. Et récemment, en fin de l'année 2022, on a la TABC, qui est le Tunisia Africa Business Council, qui a organisé un forum économique Tunisie-Togo à Lomé pour renforcer les liens économiques entre les deux pays. Donc, en gros, c'est pour dire qu'il y a de belles choses à faire entre les deux pays. Et les démarches sont en bonne voie pour que les consolidations économiques entre ces deux pays augmentent. C'est formidable. Je vais traduire un petit peu pour l'Aïka. Vous savez très bien qu'il faut, quand ce n'est pas une RTCI, c'est toujours CapFM. فهذا يخبرنا بإمكان ميزاجة بإمكانه أن يخبرنا الانتظار جديد من مجموعة المطارقة كلهم يدقون بمجموعة المجموعة معناتهم مجموعة المجموعات فهذا الأولى سهلا يتحدث في 370 دولد لدينا بإمكانه أن يكون هناك خلال الانتظار ويقول لك أن يكون فيديل الانتظار لتنسي ويقضر ويبيس حسن لتنسي ويبيسي الرلاشن ديبلوماتيك بين تونس والتوغو حاجة معتها الرلاشن به برشا كيف كيف الرلاشن ايكوناميك سوطو فاما ديز انتروبريز مستثمرين ديجا غاديكا معتها في عدة مجالات وقال اللي معتها للتيا بيسي اللي احنا حكين عليها برشا والحاي سي انيس الجزيلي عالمجهود اللي يعمل فيه برشا اللي هو البرزيدنة على التيا بيسي واللي عمل متا كان ملتقى في في التوغو ماتا رأزيج من عرصان والتقى عرديكا ماذا عبر الانتراكس بالتوغو حاجة على التديم الناس من مستثمرين تنسي اتبار تحت من الانتراكس الانتراكس ماذا استثمرين جدد تشاهدون ماذا نعرف في نعرف الدولة هناك سي其اطيان لهم يستطيع انستخلون لجولن من الآن للخاري اتبار في الوقت في الأمور العديد من الأمور كثيرا على المنظرات المتحدة تشعرأ معا في المنظرات التعامل من المشاكل لأنه لا يستعد لن تحديد حتى المنظرين سنحن بشاريع الوصح ونحن نحن موجودة لنا حتى يتزوجون توضح ونحن نحن نجد العامل من المنظرين أي ملز تنزيلة امار بشكل الطنسيين لم يكون رائعاً جداً مع الفيديو الذي يعد تم تلك في أحاولة مستقع الاندل الوسرع كلي ربعاً نفسي leagues أكلم الأكبر في القفم أيديو زر كيفية تساعدن أعطود سطح بين أحيان تكبتي سيكون في الناس المنزل من الناس في الصعداء قلت عندي كبير من الثاني المتحدة في المدينة والمجتمع المدني والمجتمع المدني نحن نضسب حولنا عاتم أعود أعودون تunkinك على تجنب الأشيرة للتجهزة والتجهزة والأشفقة؟ ولكن يعودون تنسيب دخول على تجنب الأشفاء والتجهزة مطلعي بوجود أنك، وستخراسة في الوزرع لحصول على التجهزة والتجهزة الوزرعية للتجهزة نعم الى المثال سبيل التوغولي передمشن على المعارضة المتحدود وهمية المتحدود ولو في المعارضة على المعارضة ويسالة على موانا 400 أموال على المناسبة للإستمرار تلك المحلة من الموت الأموال اتكبر تهولى 370 أموال في المحلة فيه انهربية للإنسان لم ينتهى الى الدولة وحسن نكتل فيه نحن عرفين قائم قائمة الذي يشترون فيه إسمك ، ، إن أخackerه من قائمة. ضعة أشخاص يسرون معك دكان ع importantتك بيع أوعام بعض الأعقام ستدقب في الوقت. لو دعون أنني المستدرين بها بيزن من قائم. سحصيدا بالخطوة والتحصول على الإجابة من قائمة مع كل تحصول على الإجابة من كتن. خاص بالدخل معنا يمكن أن تدقبل أني تحدد من المسإدفع فيها البداية في الوقت وهم جزدون العجمات. Et donc nous avons le besoin de régler très vite cette situation parce que le premier problème des ressortissants togolais et subsahariens en général ici en Tunisie est d'abord administratif et réglementaire et est lié à la délivrance des cartes de séjour. Franchement il y a trop de problèmes à ce niveau et nous appelons vraiment ce pays frère qui est la Tunisie par ses autorités à se pencher sur le problème. Donc aux togolais qui sont résidents en Tunisie j'aimerais leur dire de rester calme, de respecter les lois et les règles tunisiennes jusqu'au bout, d'essayer de rester chez eux pour le moment, c'est là-bas qu'ils seront le plus en sécurité et en cas de problème de ne pas hésiter à contacter l'association. Pour la plupart ils connaissent déjà, ils savent déjà comment la contacter. Moi personnellement je prévois vraiment de grandes et belles choses entre le Togo et la Tunisie. Il y aura, il y aura de belles choses, il y aura, je suis confiante. Sur le plan économique, parce que je sais qu'il y a de grandes choses à faire qui pourraient être bénéfiques pour les deux pays. La Tunisie est un pays formidable avec des gens merveilleux dotés d'un potentiel immense. Et dans ce sens, elles ressemblent beaucoup au Togo. Personnellement par exemple, moi entre 2016 et 2009, j'ai organisé trois salons de promotion des écoles et universités tunisiennes au Togo. J'ai organisé aussi des salons pour le tourisme médical vers la Tunisie. Donc pour inviter des Togolais à venir par exemple en Tunisie pour faire des études ou pour venir se soigner, car la Tunisie dispose aussi d'un plateau technique assez intéressant en termes de soins médicaux. Donc à l'avenir, il faudrait que nous essayions en fait de consolider ces relations sud-sud qui passent d'abord par les liens de fraternité solides assister entre les nations qui la composent. Et j'invite les sociétés tunisiennes et les Tunisiens à investir au Togo, parce que le Togo c'est aussi le premier port en eau profonde de l'Afrique de l'Ouest. C'est des infrastructures, avec des infrastructures de dernière qualité pour les ports. C'est un aéroport international avec des équipements modernes. Et c'est aussi une croissance annuelle de plus de 5% dans des secteurs à fort potentiel à développer. Donc il y a beaucoup de choses à faire entre ces deux pays-là, mais ça doit commencer par les liens de fraternité qui doivent revenir. Nous devons tous savoir, et dans nos politiques, nous devons prôner que nous sommes un. Et je pense que ce problème de migration illégale, avec de la volonté politique, on peut la résoudre autrement que ce qu'on voit aujourd'hui. et j'ai confiance au peuple tunisien qui est fier pour pouvoir revenir à de bons sentiments et que ce problème soit réglé très rapidement. Merci. Je vous remercie pour ce magnifique discours. On espère que la situation, comme je viens de dire, est une situation isolée. C'est des cas vraiment isolés. La situation va s'améliorer prochainement, je suis confiante. Je vous remercie encore, M. David, pour votre témoignage. Et vous êtes fort sympathique. que ça donne envie de visiter le Togo, finalement. Inch'Allah, vous serez la bienvenue, madame. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je visiterai, inch'Allah, promis. Je ferai un petit tour là-bas. Et je vais faire la promotion touristique du Togo par rapport aux Tunisiens ici, comme vous avez fait par rapport à la Tunisie. Je vous remercie encore et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir. Donc, c'est Hussane qui m'a dit qu'il y a une communauté africaine. on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il y a des étudiants. Ils ont dit qu'on a dit qu'ils ont dit qu'on a dit qu'il y a une émission. قال 350 ألف أورو يعني تدخلوا par étudiants يعني تدخلوا لتونس شوف أنا تولي حق في كلامه معنا يحاول أنه في أي حالة من الحالات كلام معقول برشا أنا اللي لاحظته واللي معنا يتعملت منه هو أنه فم الإحساس بالعدم الأمان أي وله هذي هو هذي هو شقار قال معتها ماذا بهم في الوقت هذي يقعدوا في ديارهم أنا ما عجبنيش أنا حسيت في ذاتي ما عجبنيش المساجة حسيت اللي تونس الأوروب شوف أولا أنا حاببا أقوله أنه التونسي التونسي بطبيعته المجتمع التونسي السلطة التونسية اللي عمرها كانت عدائية أبسوليما أبسوليما إحنا نصوم إنتار دا كوي دو توت لسيفيليزاتي لعمرنا كنا عدائيين من آلاف السنين تونس معروفة بأنها بلد التسامح بلد معناها الإيواء ولكن نتسأل وتو علاش هذي الضجة كاملة وها الأحداث هذي معناها في الأمنة الأخيرة بلقيس أحنا تونس عندنا قوانين معينة والقوانين هذية تتطبق على التونسي كما تتطبق على الأجنبي وتتطبق على الأجنبي كما قادة تتطبق على التونسي واضحة صحيح أنه فما تون نحكيه على أنه في القانون يقول لك أنه العقاب شخصي يعني الجريمة يتعاقب عليها الشخص اللي عملها اي صحيح ما معناها؟ معناها نحن تونس أنه إذا كان فما واحد من الأفارقة الموجودين في تونس عمل حاجة مخالفة للقانون عمل جريمة منجموش نعاقبه يعني الأفارقة نذكروا أنه سيحسن عامل دوارة عامل قانون دولي خاص قانون دولي خاص اللي هو لا ما هو يلزم نحن نحط النقاط على الحروف يلزم معناتها كأنه تونس ما هيش جات معناها هاكية بمعناها بجرة قلم قالت لا أنا ما عادش حاجتي بالأفارقة هذوم الأفارقة مرحبة بهم موجودين وقعدين يجيوا وماش يقعدوا يجيوا فمتني سواء طلبة سواء يجيوا يعالجوا سواء يجيوا باش أنه في ملتقيات هو هذيك أشقال هو قال معتها إلا فيه معتها عنده عمل ثواء سالون بشعم فيهم البروموسيون متعتو نس منهم البروموسيون متعتو ريزي ميديكال سحسن أنا أنا نحكي بصفة عامة بلقيس بصفة عامة مرحبة بهم ولكن يلزم نوضح أنه راهو إذا كان فم يعني معناها أحداث معينة معناها ضد ما نقولوش ضد يعني أحداث متجهة نحو هذوم الموجودين الأفارقة جنوب الصحراء معناها راهي ما هيش بصدفة راهو فم معطيات توفرت لدى كل الصلاط توفرت أنه خلت أنه يلزم الأمور هذه تتنظم يعني أنا وقت اللي نشوف أنه في صورة هكة معناها على المعناها وسائل تواصل اجتماعي يعني معناها الناس داخلة معناها راهو فيش بنيانة داخلين معناها آلاف فما فما تساؤل شنو هذوم شنو صفتهم كيفاش داخلين كيم ما يتساؤلوا في إيطاليا عطوين سمتعنا ليمشوا غاديكا بالضبط معناها أنا نعود نقول لك تعرف أنه الأبسيرفاتوار متاحها بالضبط معناها أنا مؤمن ومعناها مش مؤمن وبرا يعني ندافع على أنه أنه تونس أفريقية ولكن ولكن دولة القانون اللي توى هذه يلزمها هي كيراني هوني في تونس أن تتطبق على التونسي وتتطبق على كل حد موجود على الأرض التونسية يلزمنا نحترم القانوانين مش معقول أنه تول لاتفم معناها راهو نحكي وعلى أحياء كاملة مسيطر عليها هذو الأفارقة يلزم القانون يتطبق ويلزم القانون هو السائد في الموضوع هذي يلزم القانون هو السائد أما تونسي يحاول لتطبق اليوم راهو موسين عملتها مقدم نقاب متع صحافة موسين مع الجماعي متع حقق الإنسان ولكن بالمقابل بالمقابل نحن سيحسن نمشي ومتتت بوز ونرجو معكم تونسي